منذ سنوات والحكومة المتعاقبة في العراق ترفع شعار الإصلاح الاقتصادي وتتحدث عن خطط ومشاريع تعالج جذريا أزمات الاقتصاد المتعددة لكن على أرض الواقع لا تغير إلا نحو الأسوأ بطالة مرتفعة وفقر يتسع ليشمل فئات مجتمعية أوسع ونظام مالي أربك الأسواق وفاقم التضخم صندوق النقد الدولي مجددا دعا الحكومة في العراق إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكم والحد من الفساد وفي توصياته الجديدة طالب صندوق النقد الدولي كذلك بإلغاء التعينات الإلزامية في القطاع العام بصورة تدريجية والمواءمة بين وظائف القطاع العام والخاص ومعالجة الفجوة بين المناهج التعليمية والمهارات المطلوبة في القطاع الخاص وتعزيز مؤسسات سوق العمل خبراء اقتصاديون قالوا إن هذه الإصلاحات التي دعا لها البنك الدولي لا يمكن تحقيقها بسبب عوائق كثيرة أبرزها أن المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003 لم تعد قادرة على مواكبة تطورات العصر ولا توجد إمكانية لإعادة تشغيلها وبالتالي لا بد من إعادة بنائها من القواعد مجددا أكثر ما يعيق تحقيق هذه الإصلاحات هو غياب الإرادة السياسية واستفادة الأحزاب النافذة من حالة الفساد والفوضوية الاقتصادية حتى تتمكن من مواصلة نهب ثروات البلاد وبناء إمبراطوريات مالية خاصة بها وكذلك إبقاء العراق تحت الهيمنة الاقتصادية الإيرانية